نبارح وانا دايما لما بتكلم مع حضراتكم بتكلم من قلبي انا مش بتكلم عشان انا قاعد ومزيع وبشتغل في قناة النادي الاهلي لا انا بتكلم من قلبي انا قلت لحضراتكم ان ماتش مودرن سبورت وجهة نظري ان هو هيكون مباراة اصعب بكتير من مباراة بيرامدز انا قلت الكلام ده على الهوى مع حضرتك هنا في هذا المكان وقلتلك انه الحمد لله عندي ثقة كبيرة جدا في فريقنا لانه عندنا جهاز فني على اعلى اعلى مستوى وعندنا مجموعة من اللاعبين على اعلى اعلى مستوى النادي الاهلي بيواصل انطلاقته كالعادة رجال النادي الاهلي بيبقوا بيفكروا في شيء واحد هو اعتلاء القمة والحفاظ على لقب طولة الدورة مبارح مودرن تقدم بهدف سريعا امام عشور بيتعادل قبل الهيطة الشوت الاول وهو وقت مثالي لهذا الهدف على فكرة على فكرة هي واحدة مش من المباريات الحلوة لإمام ولكن هو ده اللي انا عايز بقى حضراتكو تبقوا شايفين والفترة اللي جاية واحدة من المباريات اللي مش حلوة لإمام ولكن مش مهم ما بقى كويس بس المهم ان انا اؤدي ما علي في المباراة اقبذل الجهد فربنا يديني جون زي ده جون صعب جدا جدا وصعب تيجي في الحتة دي ما بتجيش قولي محمد عبد منعن بس اللي بيجيبها من علي معلول علي معلول بيرفع حالو محمد عبد منعن بيجيبها كده لكن إمام ما شفناهوش ولكن عشان إمام بيكتهد مش ماشي معاه ولكن بيكتهد وبيموت نفسه فربنا قال له خد يا ابني انت عامل شغل كويس وبتكتهد وموت نفسك فربنا بيدي لك جون واسست رائع من قفشة اما الهدف التاني زي ما حضرتك شايف كده الراجل بيغير تغييره او تغييرتين بينزل ريدا سليم و بيرسي تاو ريدا سليم بيرفع بيرسي تاو بيجيب الجون حاجة يعني في منطقة الجمال ومنطقة الاريحية اللي حضرتك شايف عندك ثق في فريقك ولكن بدون استهتار مودرن سبورت عنده مدير فني كابتل طالعة توسف ده من المديرين الفنيين يعني الكبار جدا في عالم كرة القدم المصرية بيمسك اي فرقة في اي مكان بيعمل معها شغل كويس اي فرقة فما بالك بفرقة زي مودرن سبورت فيها آآ عناصر جيد ولكن زي ما قلت لحضرتك النهاردة وهنا هنا قصد اتكلم على امام تحديدة لانه بعض باللهي وشجع نادل قلي كلمه على امام وقولك يصله مش كويس عادي يا جماعة نفسي نفسي والناس اللي بتلعب كرة هتفهم الكلام اللي انا بيقوله ده اكتر نفسي تعرفوا ان كرة القدم مفيش حد هيفضل ماشي كويس على طول ولكن امتى لما بقى وحش ابز المجهود عشان اعرف اجيب جون او ربنا يديني ان انا جيب جون زي ده هو ده اللي امام عمله بالمناسبة ومش امام بس كل لعبة النادي الاهلي بيعملوا بهذا الشكل وبهذا المنظر فعشان كده ربنا كرم وقدرت تكسب او خطوة جديدة من الخطوات اللي النادي الاهلي بياخدها علشان يعود الى قمة الدور العام هي دي اهم حاجة بالنسبة لي في هذا التوقيت مستر كولر انبالع في المؤتمر الصحفي بعد المباراة اتكلم عن هذه الامور اتكلم عن انه مثلا ان واحد زي بيرسيتاو قدر ان هو يسجل بعد فترة في اول مباراة ليه بعد فترة غياب تقريبا 19 مباراة بسبب الاصابة اللي تعرض لها مع منتخب بلده ففوز مهم في توقيت اهم واهم الاهلي عندما يلعب النادي الاهلي هو يلعب بشعار شعار واحد فقط وهو لا بديل عن الفوز وبذل المجهود وحصد الثلاثة نقاط لانه المرحلة القادمة مرحلة صعبة ما ينفعش ما ينفعش ان يكون فيها فقدان للنقاط في ظل المنافسة قوية وصعبة مع نادي بيرامدز اللي ليه فيه مسج عايز اقولها لنادي بيرامدز ثلاثة مباريات بثلاثة مباريات فارق بثلاثة وستين نقطة فارق ما بين النادي الاهلي ونادي نادي بيرامدز فان شاء الله نقدر نفوز بثلاثة مباريات القادمة ويكون النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله على صدارة جدول الدوري مباريات اكتكية قوية خارج الملعب ما بين مستر كولر وكابتن طلعت اللي بيعرف زي ما قلت لحضراتكم يدير مثل هذه المباريات بشكل جيد مباريات كمان الحقيقة شكل فريق مودرن سبورت اختلف تماما عن ما قبل تولي كابتن طلعت يوسف مهمته في الجهاز الفني كمدير فني لهذا الفريق اللي قدر يصحح اخطاء كتيرة جدا مباريات الرجل كتب ورقة مستر كولر يعني شنتعرفوا بس ان كان فيه مطش حلو بيتلعب معرفش حضراتكم خدتوا بالكم في ناس كل الاهلوية تقريبا خدوا بالهم من اللي أنا بقوله ولكن أنا بتكلم على الناس اللي بتبقى قاعدة تتفرج وعايزة تشتم وتنتقد وخلاص وهذه ليست الحقيقة الحقيقة ان مستر كولر مبارح لو حد خد باله كتب ورقة ودها لمحمد عبد المنعم الورقة دي الورقة دي الحقيقة يعني مهمة جدا 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 أنا شفت لو تجيب لي يا سامير سورة الورقة ومحمد بيقراها ومحمد بيقراها مش التغيير هي دي الورقة دي هنا محمد عبد المنعم جات له تعليمات أنا شفتها وانا قاعد بتفرج أنا معرفش الورقة فيها ايه وما سألتش محمد عبد المنعم بالمناسبة أنا معرفش الورقة فيها ايه ومعرفش محمد عبد المنعم قال ايه ولكن أنا شفت الورقة انه اهو بيرسي تاو هيديها لمحمد اهو بص بيرسي تاو اكيد يعني بيديها لمحمد هي واضحة محمد خدها بص في الورقة ونده على خالد عبد الفتاح وعلى كريم فؤاد هنلعب ثلاثة وارا اكتر أنا شفتها يعني ايه أنا شفت الطريقة اللعبة بهذا الشكل انه وخصوصا بعد احراز الهدف بتاع ريدا سليم وبرسي تاو قد ايه لما بتكون مدرب عادل ربنا بيوفقك والتغييرات اللي بتعملها يا دوبك لسه نازلين يعملوا اوفر بجول على الجانب الاخر انا برتف فرقتي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة اتنين بيلعبوا اللي حصل اللي انا شفته من هذه الدقيقة لانهاية المباراة حاجة تانية ان احنا كنات نلعب ثلاثة وراء خالد عبد الفتاح كان اكثر اكثر التزاما ووقوفا مع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد هو اللي كان اكثر صعودا للامام ليه لان هو هنا الراجل عارف ان بيرسي تاو عايزه ينطلق وردا سليم عايزه ينطلق فيبقى وراهم ثلاثة حماية انا شفت كده في الملعب الراجل مش بيشتغل جهجهوني الراجل مش بيشتغل اي كلامه خلاص الراجل عنده فكر بيحاول ان يطبقه مع لاعبيه عشان كده هذا الرجل رجل عادل رجل واحد من افضل انا وجدت نظري ان ده واحد من افضل انا لان انا وانا قسف ان انا بقول انا النهاردة لكن انا بقول لحضراتكم انه هذا الرجل واحد من افضل المدربين لجوم مصر بالنسبة لي منويل جوزيدة في حتة تانية بالنسبة لي انا لان انا بحبه وتمرنت معي لكن الراجل ده برضو في منطقة اخرى عارف هو عايزه من المباراة وكيف يفكر فيه غلق المساحات اللي عنده عشان يقدر يكسب هذه المباراة وهو ده اللي حصل وبالتالي احنا بنتكلم عن جهاز فني على اعلى مستوى بنتكلم عن لاعبين على اعلى مستوى بنتكلم عن عدالة في تقديره لللاعبين مين يلعب ومين ما يلعبش وبالتالي ربنا بيوفقك من كرتين ثابتتين وهو الاهم الثلاثة نقاط في مثل هذا التوقيت هي الاهم